ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله رعوف بالعباد الله ويحذركم الله عملت من خير محضرة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينها وأمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله ويحذركم الله قل إن قلتم تحبون الله ويحذركم 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 الله ورحمة الله وراحيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قل إن كنتم تحبون الله فانتبعوني يحببكم الله فانتبعوني اشتركوا في القناة 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 الله يبارك العفو 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 نفسي بار الله يا رب يزور إن الله يصطفى آدم ونوقا وآل إبراهيل وآل عمران على العالمين الضوء لا فسول الله ونتكبر ذريتا بعد عمي الله الله سميع علي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ذريتا بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت المرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني مخرا فتح قبل مني إن كانت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها قالت ربي إني وضعتها قالت ربي إني وضعتها قالت ربي إني وضعتها والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها فلما وضعتها قالت 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 ربي إني وضعتها أعلم بما وضعتها قالت أعلم بما وضعتها أعلم بما وضعتها ما ليس ذكرك الأنثى قالت 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 ببني يرزقك فلما وضعتها قالت فلما وضعتها قالت قالت ربي إني وضعتها قالت فأوى النهار أعلم بما وضعت وليس ذكرك الألثى وإني سميتها ماريا وإني سميتها وإني أعيذ هذه وذيتها من الشيطان الوجيب برش من كده بقى إني ستور ستورها يا رب ما بلاش من كده يا جماعة الله يكرمكم أنا مش حاملة كده فتقبلها ربنا بقبول حسن فتقبلها ربنا بقبول حسن شكرا 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 كرا شكرا حسن وأي بيتي نباتا خسن فتقبلها ربها بقبول خسن وقبتها نباتا حسنا وكفنا زكريا وكفنا زكريا وكفنا زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وقبتها نباتا حسنا وكفنا زكريا وكفنا زكريا وكفنا زكريا وكفنا زكريا وكفنا زكريا وخش عالمه هو هو بيخبط على داخلها. كل ما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أن لك هذا قالتوا من عند الله قالتوا من عند الله قالتوا من عند الله قالتوا من عند الله ؟ عليك الرئيس والسلام الحسن قبول خسن وأنبتها لباتاً خسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب زكريا المحراب زكريا المحراب زكريا المحراب زكريا المحراب زكريا المحراب إن الله لا يرزق من يشاء بغير حساب هنالك هنالك دعا زكري يا رب هنالك دعا زكري يا رب ربه قال رب هدلي من لدنك ذريتا طيبا هنالك هنالك دعا زكري يا رب 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله نورت البالا اشتركوا في القناة 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 قال كذلك قال كذلك قال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كذلك اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 والابكار وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم 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 ان شاء الله دكتور عبد الناصر حرك في ختام احتفالنا ان شاء الله سيقرأ ان شاء الله فالليلة متواصلة هذا كلام الواحد الخلاقي في دفتيه مكارم الاخلاقي هذا كتاب الله نور صاطع متلألو كالكوكب البراقي هذا كتاب الله مصدر عزنا وبه سنشرق ارعى الاشراقي هو نهجنا وفلاحنا وملاذنا وسعادة العشاقي هو للمريض علاجه وشفاؤه هو رقية للمشتك والراقي القرآن يا سادة القرآن من اراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن قال سيدنا عثمان بن عفان لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام الله طهرت من ايه طهرت من الغل والحق والحسد والشحناء والبغضاء ما شبعت من كلام الله وقال سيدنا عمر بن العاص إن كل آية في القرآن درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم فارفعوا درجاتكم في الجنة بتلاوة القرآن وعمروا بيوتكم بذكر الواحد الديان وقال سيدنا عبدالله بن عباس من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ونجاه من سوء حساب يوم القيامة هناك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فالله مرز العروسين ذرية طيبة كما رزقت زكريا يا رب العالمين هذه الآية وهذه الصورة صورة آل عمران صورة عظيمة إن الله استفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين زرية بعضها من بعض الزرية الطيبة يا سادة تتوالد من بعضها البعض والله سميع عليم الزرية الطيبة تأتي من النبط الطيب فزوجوا بناتكم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها والمال زائل يا سادة ولجمالها والجمال زائل يا سادة والحسب والنسب زائل يا سادة ولدينها فاضحر بذات الدين تربت يدك أي تغتني بإذن الواحد الديان لأن الذي يتزوج صاحبة الدين هو الذي يفوز في الدنيا وفي الآخرة الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهب لنا من ذرياتنا ذرية طيبة إنه سميع الدعاء عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من فضيلة القارئ الشيخة الدكتور عبد الناصر حرب في مستهل عرصنا هذا وما أجمل يا سادة أننا في ليلة الجمعة هذه الليلة المباركة ليلة عظيمة ليلة عظيمة نقبل فيها على عيد من أعياد المسلمين ألا وهو صلاة الجمعة قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثر علي من الصلاة فيه أكثر علي من الصلاة فيه بس ما تش حد بيصلى على النبي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وإن صلاتك معروضة على رسول الله قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت يقال بليت يعني أصبحت ترابا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء الدعاء يا سادة هو مخ العبادة الدعاء له ثلاثة مراحل